منتخب فرنسا منتخب خطير وعنده لعيبة مميزة تعال اقول لك شوية ارقام الاول عن مشوار المنتخب الفرنسي في اولمبياد باريس عشان تعرف المنافس اللي هنلعبه عامل زي مش بخوفك بس بحط لك المنافس في حجمه يعني اللي هو صاحب الارض والجمهور وفرنسا هي اقوى اقوى الناس عندهم لعيبة كرة في العالم دلوقتي يعني بمختلف الاعمار منتخب فرنسا لها باربع مباريات كسب الاربع احنا كسبنا تلاتة او عفوا احنا كسبنا تنين وتعادلنا تنين مخسلناش ولا مباراة يعني زيهم احنا مخسلناش ولا مباراة بس هو كسب الاربع سجل تمن اهداف وماستقبلش ولا هدف احنا استقبلنا تنين واحد قدام اسبانيا واحد قدام براجوية سجل من داخل منطقة الجزاء عشان تفهم برضو منتخب الفرنسي من جوه منطقة الجزاء بيسجل كتير ستة اهداف ومن خارج منطقة الجزاء برضو بيسجل وسجل هدفين معدل التزليلات في المباراة الوحدة 17.3 يعني عنده 17 شوطة في المباراة ده المعدل يعني ربنا مع حمزة علاء ان شاء الله راجل وقال ده طيب دول بقى ابرز اللاعبين في منتخب فرنسا جون فيلم تياتا ده طبعا اعتقد معظمكم عارفو يعني 27 سنة مهاجم محترف في كريستاب بلس وسجل هدفين فاربع مباراة مع المنتخب فرنسي في الاولمبياد خاض مع كريستاب بلس 35 مباراة في الدولة الانجليزي وبدأ اساسي في 25 مباراة وسجل 16 هدف وصنع 5 وهو الهدف الاساسي لفريقه كريستاب بلس نجي ده فوق السن اه ده حكاية بقى ده اخطر 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 لعب فرنسا ده براهيم عادل بتاع فرنسا مايكل اوليسية مايكل اوليسية عنده 22 سنة هو جناح ايمن وصنع العاب الشهر اللي فات على طول انتقل الى بايرن ميونيخ الالماني من كريستاب بلس ايضا في صفكب كان بقى بخمسة وخمسين مليون يورو نجم كبير جدا جدا يعني هات اللي بعد لسه مع مايكل اوليسية اللي خد اربع مباريات مع المنتخب الفرنسي في الاولمبياد بدأ في تلاتة اساسي وسجل هدف وصنع تلاتة اكتر لعبين المنتخب الفرنسي مساهمة في الاهداف حتى الان مع كريستاب بلس في الموسم الماضي لعب تسعتاشر لقاء سجل عشر اهداف وصنع ستة وكان اكثر اللاعبين صناعة للفرص المحققة بالفريق بواقع تسع فرص محققة مرعب يعني جامد جد جد طبعا اليكساندر لكزاد انتو عارفينه اقبل اللاعبين في قائمة فرنسا عام تلاتة تلاتين سنة محترف حاليا في اليو الفرنسي سجل هدف وصنع اخر وشارك في تلات مباريات في الدولة الفرنسي الفين تلاتة وعشرين في افرق وعشرين سجل سجل سعطاشر هدف مع اليو في تسعة وعشرين مباراة وصنع هدفين زميل محمد النيني السابق في ارسل انجليزي في مواجهة واجهة اللي واجهة مع زميله السابق